الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فلا زلنا أيها الأحبة نعيش أيام رمضان المبارك ونحاول جاهدين مجتهدين الوصول إلى مقصد الصيام المنصوص عليه في كتاب الله تعالى لعلكم تتقون وقد تكلمنا عن التقوى وكيفية تحصيلها في رمضان واليوم نتعرف على مراتب التقوى وكيف أنها تقابل مراتب الصيام فالعلماء كما جعلوا للتقوى مراتب كذلك أيضا جعلوا للصيام مراتب وهذا الاشتراك بين المراتب فيه إشارة واضحة للترابط الوثيق بينهما وإمكانية الوصول إلى هذه المراتب في رمضان ولهذا نقول إن رمضان مدرسة للتفوق والنجاح فتعالوا بنا نتعرف على مراتب التقوى والصيام والصفات المشتركة بينهما ولا شك أن مفتاح السعادة الحقيقي هو تقوى الله تعالى فقد رفع الله مكانها وأعلى شأنها وأوصى بها الأولين والآخرين فكأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت فجعلت تحت خصلة التقوى ومراتبها عند بعض العلماء ثلاث كما أن مراتب الصوم ثلاث الأولى التوقي من العذاب المخلد في النار بالإسلام والتبرئ من الإشراك بالله تعالى وهذه أولى المراتب قال تعالى وألزمهم كلمة التقوى فقد أخذ الله تعالى من الإقرار بربوبيته فقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فهؤلاء يقتصرون على اسم الإسلام في أعمالهم ويكتفون بذلك فجزاؤهم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين إلا أنهم لا يؤبدون في النار لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقابل هذه المرتبة من الصيام ما يعرف عند العلماء بصوم العوام وهو أن يمتنع المسلم عن الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان ومن يلتزم بذلك فليس عليه قضاء ولا كفارة ولكن هذا الصوم لا يحقق الفوائد المرجوة الأخرى وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف من الناس بقوله من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه المرتبة الثانية من التقوى هي تجنب المنكرات وفعل الخيرات وترك المكروهات والابتعاد عن الشبهات وهو المعني بقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وعلى هذا فالتقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله وهؤلاء جزاؤهم عند الله عظيم قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير فالجنة هي التي تدن منهم وهي التي تقرب منهم وليس العكس ويقابل هذه المرتبة من مراتب الصيام صوم الخاصة الذي هو صوم الجوارح عن الآثام وغض البصر عما حرم الله وحفظ اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة وكف السمع عن الإصغاء إلى الحرام فهو صوم عن المحرمات وصوم عن المكروهات وصوم عن الشبهات وهذا الصنف هو الذي امتتل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقل إني صائم ثم إن من صفات هذا الصنف أنك تجد قلبه معلقا بين الخوف والرجاء مستحضرا قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون إذ ليس يدري أيقبل صومه فيكون من أصحاب اليمين أم يرد فيكون من أصحاب الشمال المحرومين ولذلك هو يحرص على قبول صومه بالإكثار من الدعاء المرتبة الثالثة أن تترك ما يشغلك عن الله تعالى وهذه هي التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بمعنى تنزيه القلوب عن الذنوب وعن كل ما سوى الله تعالى وهؤلاء قد أخبر الله عن جزائهم فقال لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ويقابلها في مراتب الصيام صوم خاصة الخاصة وهو صوم القلب عن الأفعال الدنيئة والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله بالكلية وقد وصف الغزالي رحمه الله تعالى صاحب هذه المرتبة بأنه المقبل بكامل الهمة على الله المنصرف عما سواه وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين من عباده المخلصين فحقيق بالمسلم أن يبرأ بنفسه عن صوم العوام وأن يأخذ بنفسه إلى مراتب أو مرتبة صوم الخواص ليكون من المقربين عند رب العالمين وليصدق عليه قول الله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون وبهذه المرتبة يمكن أن تتلاشى خواطر السوء والرذائل رغم عدم اختلاعها من جذورها لكنها أصبحت أخي المسلم تحت سيطرتك وتحت حكمك تتصرف بها كيفما تشاء فاحرص أخي الصائم على بلوغك التقوى الحقيقية في هذا الشهر الفضيل اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الصائمين القائمين برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا